سعيد باستضافة الخبيل الاقتصادي معز الجودية مرحبا بيك مهلا وسهلا سينابيل براك الله فيك على الاستضافة تحية لكل مستمعين وتحية للفريق العامل معك مرحبا بيك اتي في سوسا و اتي كنت احضرت ايام المؤسسة او لجورنة دولنتر بخيز في سوسا و كان يوصف الشهد اشرف على الاجتماع هذية والايام هذية ماذا يريد particularly finish والله اول حاجة الساعة المؤسسة حاجة مهمة في الاقتصاد و محرك من محركة النمور الاقتصادي خطر المؤسسة هي اللي تخلق الشغل مؤسسة هي اللي تنتج المؤسسة هي اللي تاتثمر المؤسسة اللي تخلق الثروات و نحن اقتصادنا معنا هل يعتمد بالاساس على ناسيج من المؤسسات صغرى مودا وسطة و نحن في سوسا سوسا معروفة بالمؤسسات الامتاحة ومعروفة بالتسيوى النسقي والامتاحة ولذلك معناة المؤسسة اليوم في حاجة ناسا إلى إحاطة في حاجة ناسا إلى تجيعات في حاجة ناسا إلى وضع اقتصادي وبائة اقتصادية واجتماعية خير ما نحن فيها بدت الآن فامنا عديد من المشاكل وعديد من الصعوبات والمؤسسة في حد ذاتها حاجة بإصلاحات معناتها جوهرية في منظومة معناتها بصفة عامة اليوم نحكي وعجبية نحكي وعلى مجل الصرف اليوم رئيس الحكومة حكيzlichي على إصلاح مجل الصرف بيروت شانج بانو بالنسبة للبنك المركزي وبنسبة لتفعيل وتحسين القدرات البنك المركزي على التوفير بيروت شانج يمكنه أي مواطن ولا يمكنه أي سائح ولا أي زائر التونس بشارقة في أي وقت فين يعمل الشانج متاعه وهذا يدخل في نتاق محاربة الاقتصاد الموازي وكل ما هو تهريب العمل الصعب لكن بالأساس مهمة خطر المؤسسة الاقتصادية في تونس نحبوها تخرج من تونس ونحبوها تمشي الأسواق أجنبية لكن نحن عانا دي غسكسيون معانتها في الشانج معانتها نمنعو أنه نخرجوك أكثر كمية من اللي هي مسموح بها من العملة الصعبة نحن الشانج معانتها فم رقابة كبيرة يسر تنجم تكون العملية حتى معانتها دي زنفركسيون تشانج يمشيو البنال معانتها كريمان في تونس ومعانتها يقع السجن أي مواطر يتلاعب بالعملة الصعبة دونك لازمنا أنا ما نقولش أنه لازم معانتها ما عاش يقعوها لازم فركسيون هادومة ولا ما يقعش معانتها محاربتهم لكن في نفس الوقت لازم أكثر تسهيلات في عملية تحويلات معانتها بالعملة الصعبة ونخليو المؤسس تتنفس أكثر ورجل الأعمال يمشي يخرج البر متجل مش تحصروا أنت بستم لين متاع العام اللي هي صرمية الحاكم اللي توا كان حسبوها معانتها قداش تولي معانتها قربة 1740 أورو ولا 1780 أورو بالسعر الصرف متاع توا معانت تتصور أنت رجل الأعمال ولا فاعل اقتصادي عام كامل عندو الحق يخرج 1780 أورو معانتها ما يجيبولو حد شيء وميعملو حد شيء بان وفامة لزافيا وفامة دوتخ لكن باقي الرئيس المؤسس والمؤسس الاقتصادي عندها معانتها ما عنداش إمكانية كبيرة فيما يخص الصرف معانتها ممكن نحكيه وإستثمار نحكيه على مناخ سياسي واجتماعي مستقر بش نجم نحكيه على استثمار وعلى الناس نجم تنجح الشركات بتاعها هل كان يوسف الشيط في كلمة الكلمة بتاعه في الأيام هذية مطمئنة المستثمر على السعيد السياسي سؤال مهم خطبتها وانا شديد جملة قالها سيد ريزعكم اللي هي جملة حسب اعتقاد معانتها مهمة قال راهوا معانتها البيلوتاج دي غيفورم معانتها مسيارة الإصلاحات وتفعيل الإصلاحات حاجة ولا تسعيبها يصير في تونس معانتها ذاك لم يحير يحير علش على خط الإصلاحات اللي لازمها تسير هي إصلاحات معانتها مهمة وإصلاحات كما يقولوا اندسبنسابل معانتها فيتال معانتها إصلاحات بالشبهة بنجموش نقدمه في تونس هما خمسة إصلاحات باش نجم المستمع يفهمنا على شو نحكيه الإصلاح الجبائي اليوم الجبائية متاعنا منظومة الجبائية فيها إصلاحات إذا ما تقع قطر فيما برشة تهرب جبائي وما فهماش عدالة جبائية بيقتمعنا الكلمة فما إصلاح الوظيفة العوامية اليوم تعرف وظيفة العوامية مع أنت قداش عنها من الموظف وقداش الإدارة تعطي في حجم أجور وقداش يخرجوا هالأجور هذوما وحجم الأجور هذين من الميزانية متاع الدولة ونلقاهم مع أنتها بعض الإدارات الجهوية فما خدامة فيها وفما مع أنتها موظفين وإدارات أخرى ما فهماش موظفين وتعرفوا المشاكل مع أنتها في وزارة التربية في وزارة الصحة وليه بغى طوغ الاستثمار يعطل ويعطل بيانسير وتعرفوا الأداء متاع الإدارة التونسية والتعطيلات اللي تصير في هذا نذكر أنا راهو في القبل في تونس كنا في ظرف جمعة نجم ونكونوا مؤسس مع أنتها اليوم نحكي عن المؤسسات اليوم العملية تاخده بشهر كامل مع أنتها شهر وأكثر من شهر في دول الأخرى بشهار بشهر 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 ساعة في ساعتين في اسبوحي مع أنتها تنجم تاخد مؤسسة متاعك في تونس هي المؤسسة العونية وشكاعدت يعاني اليوم عندكم مؤسسات تشوف في استاغ مثلا شركة الضو التي تحتاجها وATHANشط في مجال حيوي التي هو مع أنتها التاقة اليوم استاغ خاسرة 1.2 مليار دينار شركة معانتها كما هذية تخسر اليوم معانتها مشكلة كبيرة الفوسفات وقت اللي نحن تونس شركة الفوسفات متاع قبصة كانت توفر الميزانية متاع دولة مليار دينار سنويا من العملة الصعبة اليوم قداش اليوم شركة خاسرة وليت متاع الفوسفات اخسارها ما بين 250 و 200 مليار وما الاحتجاجات الاجتماعية اللي صارت زاداك هذا هو لازمنا معانتها فما اصلاح لازمو يسير اصلاحات اخيرة قلنا خمس اصلاحات الاصلاح الرابع هو اصلاح منظوم التضامن الاجتماعي تعرفوا معانتها اليوم فما مشكلة وفما زادا اصلاح منظومة الدعم زادا لازم يقع الاصلاح هذي لانه منظومة الدعم الدعم معانتها ما هوش قاعد ماشي من وستحقيه حجم الدعم الكبير ياسر في تونس ومعاش الميزانية تجم تتحمل وقت المعالك والذي الاصلاحات هذي لازمها تسير ولازم حوكة معانتها اصلاحات وهذا رئيس الحكومة اليوم اللي قال قال انه معانتها صعيب انه الاصلاحات مش تصير في وضع سياسي كما هذا في هالتناحر اللي قاعد صاير واختلافات تجذوبات هذي كعال لاش اليوم معانتها صار خطفزع اخرى معانتها اين يام كما يقولوا كليك خيدة دليخت باش نحاولو نحطوا الاقتصاد على منأة من تجذوبات سياسية وديما نرجع احنا حتى في حوالاتنا سابقة ما هو سياسي وعطل ما هو اقتصاد وهذا مشكل كبير ياسر معانتها باش نجم نمر الاصلاحات والشوانة الاقتصادية هذي لازمها حوار مش اجتماعي واقتصادي وماشي المأساسة متاع الحوار الاجتماعي الاقتصادي وشوفنا الجلسة تأسيسية نمشيوا لارفو دولا بريس في نفس السياق تصريح رئيس الحكومة يوسف الشهد في اتار اشراف وعلى افتتاح ندوة حول خطة العمل الخاصة لمزيد تحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة الاعمال قال انه تونس تحتل المرتبة الخامسة في افريقيا وعربين على مستوى الدول الاكثر تنافسية يقول الهدف هو الوصول لقائمة الخمسين دولة الاكثر تنافسية في العالم في افق سنة 2020 هل هذا الهدف واقعي شوفوا انت معزل جود هو رئيس الحكومة معتها والحكومة معتها دورهم انهم يحاولوا معتها يعملوا تصور ويحاولوا يلكومونيك على اهداف مرقمة وهداف معتها تكون اهداف ايجابية معتها بالعكس معا انه رئيس الحكومة يحكي على المستقبل ويحكي على شنوه ناوي بش يعمل وشنوه الاهداف متاع واهداف كما هذي اهداف راقية لكن في نفس الوقت معتها لازم توفير الامكانيات والاليات بش نجمه نوصله الى اهداف كما هذي وقدريني نحكيه على التنافسية معتها معتها لازمنا في نفس الوقت نوفره السلعة اللي تكون معتها عندها جودة عالية وفي نفس الوقت معتها السعر متاعها يكون سعر تنافسي وسعر مناسب لكن فما عام الاخر في نفس الوقت لازمها توصل في الوقت للبرد اللي بش تمشيله والمكان اللي بش تمشيله اليوم العالم يخدم بجستة تان معتها اليوم اذا انت عندك حريف ما توصله لش سلعة متاعه معتها العشرة متاع الصباح في ميناء مرسيليا اذا توصل العشرة واربعة هو ينجم يبدل المزود ويمشي المزود واحد اخر مخلاف تعويضات مخلاف تعويضات اليوم كي نحكيه على الفصفات اليوم الفصفات نحنا فقدنا العديد من الحرفاء معتها معادش عنا خطر الانتاج التعطل ومعنتها لذلك الحرفاء اللي كانوا عنا والله ويمشي المزودين اخرين والمغرب مثلا بلد كيمال المغرب خضيت حصة كبيرة الي كان تونس معتها عندها هيا ذكر انه الفصفات مثلا في 2010 الكيلو كانت باع في السوق العالمي بـ 12 دولار دوما بين 70 و75 وصل حتى 80 دولار معتها كيلو فصفات معتها نشوف قاعدين ضيعوا معتها بلو فالو وقت اللي نحنا كنا لولانين في انتاج الفصفات في تونس علاش على خاطر هالتعطيلات والمناخ الاجتماعية تحكي عليه والاحتقان هذا الكل يخلي انه التنافسية دي فقدناه دونك انا سيدرس الحكومة وقت اللي يقول نحبه نحبه نقول له معتها انت عندك توا قرارات نجم تاخوهم اليوم قبل الغدوة انا مثلا الانتاج متع الفصفات وانتاج المحروقات نحنا في تونس كنا ننتجو في قرابة 118 ألف وصلنا حتى بوتانسيال 200 ألف معتها برمين نفط اليوم ننتجو في 37 ألف برمين نفط يوميا معتها أقل من 50% ما أكثر من 50% معتها من البرت أكثر من 50% معتها أكثر أكثر مشتر ما ناش قاعدين ننتجو فيه في تونس وهذا خلينا أنه نورده في اللي ما ننتجوهش ويتكلفنها بالعملة الصعبة ويضرب الدينار لتونسي هذي الكل معتها مشاكل على مستوى التنفسية معتها هذيك لماذا نحن نقوله معتها فينا قرارات فيما كيما يقوله أنكوغاش بوليتيك فيما شجاعة سياسية فيما سيادة وطنية أنا منفهمش قدام الموارد الطبيعية متاعي منفهم حد شي معتها أنا عندي فوسفات وعندي بيترول وعندي طاقة منفهماش هذي متاعنا ومتاعك معتها هذي خط أحمر رجم نقوله مش من غادي من خط أحمر خاطر إذا نحن ما ننجوش اشتراسينا تراسينا نوردو والتوريد يتكلف لنا بالعملة الصعبة ويضرب لنا دينار تونسي والدينار تونسي يتضرب الطاقة الشرائية متاع المواطن تونسي تتضرب فهمتني هذيك يتكلف سوكنابال معتها ينافل معتها تدخم المالي المستورد وهذا يأثر على المواطن وعلى خط أحمره شرائية وفي نفس الوقت يأثر على السيدة الوطنية خطر تولي اللي ما نتنجوش هنا جيبهم البرة وتمشي تتسلف من الخارج من عند ليفهمية يعنيش مشينا ليفهمية نحن مشينا ليفهمية خطر معاش عنا موارد داخلية معاش عنا مخزون العمل الصعبة مشينا لهم إيضان كذاك يفرض عليك إملاءات ويدخلك معانتها في متاهات اللي يحمد وعقبها هذيك عليش نحن نقول وراه معانتها فهمها السيدة وطنية هذي معانتها هال المصالح الشخصية معانتها معانتها لازمها تكون هي اللي تحكم في البلاد اللي ينفهمها مصلحها متاع الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ولي يحكموا في البلاد ويجب عليهم أنهم يحميوا المصالح متاع الدولة واضح في علاقة بقانون المالية 2019 هل نجمو نكونو بلد أكثر تنافسي من خلال الإجراءات الجديدة في قانون المالية 2019 وحنا الحديث لكل اللي يمات في الشأن الاقتصادي على قانون المالية المصادقة فائدة الاستثمار والله يو طبق القانون المالية من 2019 نحسوه معانتها قانون المالية مبلانها ظفرين معانتها انتخابي معانتها جاي في إطار وفي وضع اللي أنه السياسيين قاعدين يحضروا في الريحة من انتخابة 2019 ولذلك ما يحبوش يوجعو حتى طرف دونك فاما شوية ركود هكا ستاتيكو معانتها ما فاماش هكا قرارات جوهرية ولا ما فاماش توجهات مع المؤسسات ركح جوه مع المواطنين ركح جوه مع الغادي هذي معانتها السياسة هاي ما عندهيش جدوى فامتي على المدى الطويل لأنه اليوم بلادنا ماهيش وضعية انت عادية بش جي تقول أي سناب ركحوا شوية من هنا ومن الغادي انت عندك ديفيسي البوجتار انت عندك فامتي معانتها نافقات عمومية كبر وياسر انت عندك موارد معانتها ماهيش قاعدة متناسقة ومتجانسة مع الحاجات متاعك ومع النافقات متاعك انت عندك توزنة مالية في قطهم اليوم انت عندك أساسيات في اقتصادك الضرب ولذلك انا ما شفتش معانتها في القانون المالية حقيقة ما شفتش ديموزور اللي هي من شأنها انها معانتها تحرك الاستثمار بصفة واضحة وبصفة معانتها تكون دون مانيح كم يقولوا ولا ما شفتش من شأنها انها تحسن الاستهلاك متاع المواطن ولا تحسنوا في طاقة شرائية بشن كل موضوع يفهمها بعض طاول الاجراءات معانتها نشوفه فيها وبعض التواجوات قالوا الحكومة ولا تتحب مثلا تحارب كل ما هو احتكار كل ما هو مضاربة كل ما هو مسالك توزيع ملتوية كل ما هو تهريب اقتصاد موازي فما لجنة لجنة خصيصا هذي حاجة إيجابية هذا اللي دينا به نحن خطر نحن مواطن يسمع فينا شنية مشكلة حتى لاتي حاد اللي عم توصي شغل يحكي طاقة شرائية متاع المواطن شنية الطاقة شرائية الطاقة شرائية معانتها سيلو رابور مبين مستوى الأجر ومستوى الأسعار معانتها ونشوفه طاول مطالبة بالزيادة هذي يحب زيادة في الشهاري راهو بش تحسن في الطاقة شرائية متاعك معانتها مش بالأحرى لازم ديما نزيده في الشهاري معانتها تنجم أنت تزيد في الشهاري والتاقة شرائية متحسنش وتنجم زيادة في الشهاري تكلف لك ماديونية وتكلف لك عجز في الميزانية وتنجم تكلف التضخم مالي وحد آخر بالعكس معانتها تنقص ردو بانا هنا دونك بركنتر نجمو أنا جاجي سوغلوت خلوذي اللي هو الأسعار واللي هي الأسعار مرتفعة اليوم في تونس مش مرتفعة على خاطر ما فماش بان الانتاج سفري قل لكن مش مرتبطة فقط بالانتاج مرتبطة زادة بالإحتكار بالمضاربة مسالك التوزيع مثل المرشي دو جرو مثلا تاخدوا بالقصعة ولا في دوت الرجيون معانتها ما عاش توصل لهم السلعة كما تصل لهم مقبل خاطر برشا كمين يخرجوا ويمشيوا المسالك موازية وهذا معانتها مخالف للإجراءات والقانون والممارسات وهذا اللي خلي أنه كل واحد يبيع بالسعر اللي حب عليه والأنه سلعة تنقص في المرشي دو جرو دونك معاشي نجموا إلى المرشي الأخرين والخذارة كما مستنسين إي دونك فمتي معانتها الطلب بفوق العرض وهذا اللي خلي الأسعار تزيد دونك دايش سبب الزيادة في الأسعار الزيادة في الأسعار وقتل يجي الحكومة تقول أنا باش نعمل لجنة واللجنة هذيك فيها أطراف متداخلة وفيها وزارة التجارة وفيها وزارة الدفاع وفيها وزارة الداخلية وفيها الأطراف الكلية اللي نزمها معانتها كالبويس أجيغ معانتها مبعضها فمتني وبصفة متجانسة باش نجم تحارب هالمسالك هذي والنجم كل واحد معانتها يقوم بدوره ويتحمل مسؤوليته وقتها النجم ونضغطه على الأسعار ومن غير من زيده في الشهار التقمت أشياء أي مواطن تتحس صوتها ومواطن تونس يعرضوني ساعة ساعة مواطنين يقولي بربي معانتها مدابيس شهريتي معانتش يمسوها معانتها ناخو مليون في الشهر نحب نقعد ناخو مليون في الشهر أما شنو جيب لي حاجة معانتك المليون وتعيشني قطر قبلك نتعيشني خير أما هنشوفوا فيهم الزيادات كل مرة الزيادات الزيادات وميجيبوا لي في حد شي نضربوا معانتها الاحتكار ونضربوا المسالك تعتوسيع الغاية القانونية بيش نجمع على الأقل والتهريب بيش طيحوا في الأسعار وذلي قال رئيس الحكومة في الاحتفال بالذكرة 62 لتونس لتونست الديوانة وقت اللي قال لما كان لقافة التهريب والإرهاب في تونس وذي الشانتي كبير ياسر لحكيه على التهريب المربوط بالإرهاب زيادة كيف كيف ولي طيح الاقتصاد ويهزوا المسالك غير قانونية ويخلي الأسعار نار كما أنت فصلت معزل الجودي في علاقة بالتجارة ونعرفوا لا يمات أنه عمر الباهي قدام عمر الباهي وزير التجارة أعلق قدام النواب في المسل النواب الشعب أنه بيشتم توريد الحليب بنسبة 1% من الطلب يعني 7 مليون لترا على 620 مليون لترا بتاع حليب يقول لك هذي إجراء استثنائي ومؤقت التوريد يزيد معانتها يعمل أمباك نيجاتيف على الداخل التونسي إيش نورده بالعملة الصعبة وعنا مشكلة في المخزوم تاع العملة الصعبة هذا هو نحنا قلنا قلنا معانتها عنا دي بروتور لوكو وعنا مؤسسات منجا في الحليب نحنا تونس معانتها قلنا محقين اكتفئاتينا في الحليب وعنا مكانيات للإنتاج علش ساعة ساعة فما معانتها كما يقول لك دي بريد دي باس لكتاشن ودي بريد دي بريد دو اوت لكتاشن وفما معانتها كما يقولوا دي كونجنكتور معينة هذا كعاليش معانتها الانتاج ميكونوش كما يقولوا ريجولي تاعلى الحليب لكن هذا ميمنعش أنو معتها وقت اللي نعاونو والرافق قمت تحكي لك أنا قلت كيجب مرافقة المؤسسة الاقتصادية رجل مرافقت معانتها هال المنجينة دوما منتال الحليب اللي هو سيانب خدوية معانتها نساسير وفيتال ولازم معانتها حقيقة أنه خير في عوض تخسر فلوس في الامبرتاسيون وفي تمويل التوريد تسيبونسيون معانتها تعطي منح لهال المنجين هالما كيما يعملوا دول الأوروبية في العديد المحيان وقت اللي يبدأ عندهم مشاكل عند الفلاحين وعند الفيغمية متاحهم وكل شي يعاونهم باش ينجموا يهزوا ساقيهم شوية ينجموا فامتي يقعدوا واقفين معانتوا واقفين دون السنس يقعدوا ينجوا فامتي ميقوموا نشاط متاحهم باش باش هذي ما يعطلش السوق لكن نحن قاعدين نعمل وقاعدين نعمل متاعنا هذيك عليش بعض شركات قاعدة مهدة بالإفلاس معانتوا فاميش شركات أغلقت أبوابها لأنه ما فاميش إيحاطة من طرف الدولة وفاميش حماية وفاميش حلول سهلة يختاروها كل مرة شنين حلول السهلة برمش ورد ورد ما فاميش علي لش فاميش رياعت السوم العلوش في العيد برمش والفلاحة متاعنا زدك كيف مهد وهاو شفت كيف فاش معانتها المساوي صارت على مستوى معانت البالانس كوميرسيال وعلى مستوى دينار تونس دونك اليوم لازم يقع الإحاطة بالمنتج التونسي ومعانت نخير أنا فامتي يقع مرافقته وإعطاءه منح خير ما نقعد نورد من الخارج وعليش لي معانتها ننزع على منويل الاتحاد الأوروبي اللي قاعد يحمي في الفلاحة ويحمي زدك في كيف المساة ثمرين بتاعه وفمجرائيات حماية على الغلب الاتحاد الأوروبي هو الطرف القوي في المعاهدات مع التورس على مستوى ولا الاتحاد الأوروبي معانيش مشكلة معها كبيرا نتود حكيوا على الاليكاء وكل شي ومتفاقيات نبيل معانتها نحن امتحاد الأوروبي ربحين معها ما نيش خسرين معها نحن عانا فائض مع فرنسا بال3 مليار دينار سنويا نحن مشكلتنا مع الصين ومشكلتنا مع تركيا هذا اللي عانا معها مع عجز كبير وهذا اللي مخربين اقتصادنا بطريقة غير مباشرة كل بلاد تحامي على مصالحها لكن معانتها نحن عانا غزو من المنتوجات الصينية وعانا غزو من المنتوجات التركية معتها هذا من المخلين انخرام في الميزان التجاري وميزان دفعات على خطر معانتها هما نجيبوا من عندهم ونحن مان نبعثو لهمش بار كونتر معتها فرنسا عانا فائض معاه نوردوا من عندها لكن نصدرو لها هما جبتوه جبتوه في الحكاية زيتونة والكوتان التعام المتحاد الأوروبية زيتونة نبعو لهم برشا ونبعو لهم مواد أخرى بصفة عامة مع النفاق معنى مشتر لكن شنوه في التفاوض لازمنا نفرض وروا نفرض ورائنا ولازم كما هما يطلبوا مننا حاجات خطروا شنوه الاتفاقيات هو يفتح لك السوق وتفتح له السوق متاعك فهمت أنت كيف تسكر على المؤسسات التونسية اللي قاعدة تمشي الأسواق وعن العديد المؤسسات التونسية وفي صلصة موجودين العديد المؤسسات معنى يصدروا الأسواق أجنابية وعايشين بالأسواق الأجنابية وجبونا في العملة الصعبة من عندهم كي أنا نسكر عليهم السوق متاع ولا نفرض عليهم معنى كما يقول ولا حواجز ولا فهم إداءات ولا تعريفات ولا معتشوروط هو يسكر لك مشيرة لأخرى يسكر لك مشيرة لأخرى تحرم المؤسسات التونسية باش تمشي تقتحهم أسواق أخرى جوستما نختبعك بالأكتشواليتين انتعناسيونال وغدوة نهار كبير فين في فرنسا وتحديد في باريز ولا الموفموم تعل جيلي جون ويبدو أنه معنتها الأزمة تخطات تونس وفهم أزمة على مستوى الاقتصاد والمقدرة الشرائية في فرنسا باش تفصل تواصل الاحتجاج ضد مكران وحكومة مكران إيمانويل مكران اليوم حتى بعد تنزولات لعملهم وقال ستة شهر هتنوقفوا الترفيع في المحروقات كيف كيف النسبة تزيادة في السميق بتاع الشهاري بتاع الفرنسيس باش تفصل الاستمرار والله يشو هذو ما راهم لازم معتها توقع تلبرشة وضو عداية ويتابعوا فيه ووقت اللي يتوا خرجوا معانتها الناس هادومة والله يبانوا وصارك التخريب والتكسير وكل مرة ذيك لكلها لكن هذي راهم الموفمون قاعد تابع فيه راهم ليه مدة معانتها ماهوش جديد وناس تحضر في رواحها لها مدة معانتها وهنا معانتها هنا لاحتوا لبويسانس بغيزو سوسيو معانتها الشباكات الاجتماعية والانترنت وقوة الانترنت لازمهم الناس اللي قاعدين يحكموا في العالم اليوم هذا السياسي المتاعنا اليوم لازمهم يعرفوا انه الامور تبدلت راهم وانه تنجم تصير ثورات وتنجم تصير مظاهرات وتنجم الشعب يهبطلك على خطر نظم روحه وينظم في روحه معانتها عن طريق الانترنت وعن طريق فمتي وقاب بوليتيك ومعانتها حتى عليك تصير مظاهرات ومعانتها وينجم يتحطوا مع بعضهم وينجم وينسقوا مع بعضهم وينجم حتى يكونوا لك معانتها من غير ما انت تعرف وما همش مؤثرين معانتها سياسيين ما عندهمش أحزاب وراهم وما عندهمش معانتها لنقابات لحد شي دونك اذوما الشعب الكريم كما يقولوا متاحهم اللي هو معانتها الشعب الكريم متاحهم اليوم يقول لك راني أنا بـ 900 ولا بـ 100 تظهرنا برشا نحن في تونس لكن عندهم موما شوية وكيف كيف طاقة شرائية متاحهم متهرات وفما عندهم مخاطر في فرنسا زادة عندهم برشا ذرقب قطر بلاد فما ضغط جبائي كبير يسر لكن في نفس الوقت فما دي بريستاشن سوسيال معانتها فما برشا معانتها خدمات اجتماعية وفما فخصوتشو وفما ترانسپور وفما معانتها بني تحتية قوية يسر معانتها هذا خلى هل الضغط الجبائي هل البوفر دا شاري طاح هل جاء ماكرون زادة في سياسات وفي برنامج ونحى بعض الضرقب اليوم حسبوها ضرقب على الأغنياء يقول لك أنا تنحيلي على الأغنياء وتمثني أنا المتقعد ولا تمثني في قيل منها مثلا لياسيف لنبوس ولا فورتون نحاها ماكرون لكن لياسيف رهو فيه وعليه معانتها لياسيف معانتها لياسيف بشتجي أنت تتاكس لباتخيموان معانتها تقول لذي عنده بورتمان فمتني يسوى زوز مليار دوات لازم يدفع ليه فمتني ضريبة ينجم يكون هذيك البرتمان واحد ويرثه ونجم يكون هو العائدات المتاعه ماهيش عائدات كبيرة ياسر معانتها بشتفع أنام بو على حاجة فيها بلو فاليو صارت بالوقت فمتني هو سكن فيه البورتمان ذاك ولا الدار ذاك وموش نو يمشي باحها دونك معانتها لياسيف وانتي ديجا انتي لعندهم مدوما لغروس فورتون متاحهم معانتها لأغنياء متاحهم ديجا يدفع في برشا ذرقب هما وتزيد كاملهم لياسيف هذيك عليش العديد منهم ولا خرج خرج من فرنسا مش يسكن في سويسرا مش في بلجيك مش في بلدن من فهم ذرقب كما مثلا لياسيف مدى بيا نحيها مش يرقل يقول لك خاطر كي مش نحي هالو أنا أنا مش نضر اجتماعيا ومش تقول انتي معاش عندي موارد كي مقبل ومش تنحي لي اعانا تكون تعطيني فهم دونك لودباء وذيك عليش متهم مكرون وليبيرال للنخاع ولا دونك لودباء التوجه الليبيرالي قويسر معانتها لتا ونقولوش ليبيرال معانتها الدولة اللي تقول لك أنا مش نركز على الدواري الأساسية وبعد فهمني أنا ماهوش دوري بش نخلق مواطن الشغل أنا الدوري بش نخلق المناخ اللي هو من خلاله ولا في إطاره مواطن الشغل تتخلق كما مثلا الامريكان كما بلدان كما معانتها سينجابور ولا بلدان من نوعه ما لمنطور اقتصاديا خطر الدولة معانتها ما تدخلش في كل شي أنه الدولة تلعب دور معانتها أنه هي تشرع أنه تطبق القانون أنه عندها معانتها كما يقولوا بفونكسون غيجاليان عندها جيش عندها الامن عندها العدالة واللعبة الاقتصادية تخليها عند فعنين اقتصادية فهمتها هذا الدباع معانتها الدفون على شنوى أواقع لكن في نفس الوقت وكامل من وقتها دي يراهوا معانتها يخرجوا كل مرة واللي يكسروا مهمش هما اللي معانتها على باز اللي خارجين معانتها يحتجوا على الحكومة فهمها الاختلاط يذي خلي الموفمون يوليو فيهم نوع من العنف واليوم شفتوا كيفش راكسيون تحت البوليسي والليسنديكام تيحم والليو يقولك نحن معاش يساعدنا بش نوليو نحن متهمين والليو قولونا أنتم متضربوا في المواطنين وكل شي خاطر يتخلطوا يتخلط الحابل بالنابل كما يقولوا وتصيروا هاللي مايش سابك 68 سارت قبل عام 68 فلا ماي 68 وبن توا ماكران قال أنا باش نتكلم الجمعة الجاية باش نتكلم اليوم خاطر باش ما ننصب باش تزيد كما يقولوا على النار وفهمتي اسبران كل ويكان ده تعد شهلا تعدى لباس معانتها في بريس غدو الاحتجاج الكبير سؤال بإجابة سريعة هل مقتنع انه فيما حاجة اسمه في تونس جيلي روج والله تماشيا مع الشي دي جون نحنا نعم نعم ستارتاب ولا بذبين يقعنا من التجديد والابتكار مش كل شي نقلوه نعندوه هل تعتقد انه انه ينجم يصير موفموس مو جيلي روج نحنا موفمورة وصيرين اللي هم مدة في تونس نحنا ضربين مثال نحنا مع الناس مش لازم ننلبس جيلي جون ولا جيلي روج ولا حاجة نحنا شفتوا العديد من الفئة اجتماعية اللي تحتاج الاحتجاج راه مسموح بي والاحتجاج في إطار ديمقراطية اللي تتفي لغال التباقز ده ما نكثروش يسر على البلاد وما نكثروش يسر على الدولة والرعي والظروف ونحاول فمت بلادنا تتقدموا لعندو دي لفندكسيون دمون دي لفند قوي معت على البار اللي هو استقالت مكرون وفما حاجة راوزا ما قولوها راوما فما حتى بلاد في العالم وفما حتى منظومة في العالم عبر التاريخ وعبر الجغرافيا ما نشحت بش تقضي على البطالة وعلى الفقر مية في المية دي ما فما دي ديفيرانز دي ما فما كي ما يقولو نوع من الانجسيس لكن هذي كسونة الحياة هذا ما يمنعش انه كل واحد يجب نجم يكون عنده امكانية باش يحسن وضعيته وكان يخدم وكان معنتها يثابر ينجم معنتها يحسن الوضع متاعه شفته كيفاش هذيك المؤسس متاع علي بابا علي بابا حكينا عني قبيلة اي جاكما هذيك معنتها حياته لكلها دي زي شاك حياته لكلها معنتها تعدى مرة في مكدونالد معنتها كسكروتيرجي انا تعديت برشا دي زي شاك في حياتي برشا نكبات في حياتي لكن في وقت من الاوقات معنتها قلت زيد باش نواخر لتالي زيني دي ما نحاول نحاول اللي خطفت له خطفت له التواه ولا ملياردير ولا المثابرة والعمل ومنقعتش انا كل مرة نعتمد على الغير ونعتمد على الدولة وهو اعتسام وهو وزارة التشغيل بربي شغلني نحب عنوان هل تعتقد انه جانفي بشيكون سخون والجلية روش هذي التشم تكون هي محرك متاع السخانة في جانفي وإلا لي حسب رايك كي كي موراقب معنا جانفي انا نعرف شتي في تونس ويقرب دي ما شخون شهر جانفي في تونس يمكن 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 بسحيح بالتاريخ وكل شي اه افنتوالما خطرت وقعدين برشا عباد قد تسخن وبرشا منظمات وبرشا هيكل وكل شي رئيس الحكومة سمعتو اليوم يظهر عنده نوع من الحيرة بارابور الوضع الاجتماعي والوضع السياسي بصفة عامة ان شاء الله برشا عباد يكون منهم العقل قطر بلدنا معاشا جم تستحمل اكثر معنتها عدم استقرار كيلي قاعدين عايشين فيه معنتها شفتوا دينار تونسي شفوا الطاقة شرائية المواطن شفوا البطالة المجال الاقتصادي والاجتماعي نخرجوا الاقتصاد من السياسة ونحاولوا في امتي معتن قدموا ببلادنا هذا يكون مصلحة فيه خير